بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم عذب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يردون إقاء الله فإن أجل الله لا أك وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكبرنا عنهم سيئاتهم ولنجزي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالده حسن وإن جاداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعلى بالله ولن جاء نصر من ربك ليقول إننا كنا معكم أوليس الله بأعلم مما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين تعملوا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحمل الناس قالهم وأسقالا مع أسقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يكترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومهم فلبذ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهو الظالمون فأنجلناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقواه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دول الله أوثانا وتخرقون إفكا إن الذين تعبدون من دول الله لا يملكون لكم رزقا فابتعوا عند الله الرزق وعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كلب أمهم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دول الله من ولي ولا نصير والذين كوروا بآيات الله ولقائي أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب العليم فما كان جواب قضيه إلا أن قالوا اقتلوه وأحرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دول الله أعزانا مودة بينكم وحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له لإصحاق العقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلِ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهنقوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وآله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق من الغراء وقالوا لا تخم ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماع بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدنى خام شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اليوم الآخر ولا تتعزوا في الأرض مفسدين فكذبوا ما أخذتهم الرجفة فأصلهم في دارهم جاسمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقالون وفرون وهامان ولقد جاءوا موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مذل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمذل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن الميوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يظلون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضرمها للناس وما يعكنها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وللك الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يدحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لرتاب المبطنون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يدحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولا بأكفهم أن أعزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وإكرار قوم يؤمنون قل كما بالله بيني وبينكم شهيدا يعلوا ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم خاسرون ويستاجلونك في العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعون يستاجلونك في العذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة منها فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا توجعون والذين آمنوا أعبروا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنار خالدين فيها نعباد العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكائن من دابة لا تعملوا رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فعنا جؤفون الله يفسط الرزق من يشار من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماع من فاحيى به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركموا في المنك داروا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوما يعلمون أولم يروا أن ناج عنها حرما آمن ويتخطر الناس من حولهم أذب الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مذوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله ذمع المحسنين